الرئيس الأمريكي باراك أوباما يجدد دعوته للزعيم الليبي معمر القدافي بالتنحي ووقف العنف ضد شعبها أوباما وفي مؤتمر صحفي مع ناظره المكسيكي لمحال استعداد بلاده للتحرك والتدخل في ليبيا العنف يجب أن يتوقف معمر القدافي فقد شرعيته ويجب أن يغادر الولايات المتحدة لها القدرة الكاملة على التصرف بسرعة إذا ما تطورت الأمور حتى لا نجد أنفسنا أمام كارثة إنسانية بين أيدينا وفي العاصمة الفنزولية كاراكاس لم يفوت معارض الرئيس هوغو تشافيز فرصة مبادرته لحل الأزمة المتفاقمة في البلاد للتدهر ضده الرئيس الفنزولي كان قد بحث مع الزعيم الليبي معمر القدافي إرسال بعتة سلام دولية من عدة دول صديقة لتسوية النزاع في ليبيا عبر وساطة بين القدافي ومعارضها منددا في الوقت نفسه بأي تدخل أجنبي اشتركوا في القناة